اشتركوا في القناة هم من الفائزين في قرعة 2020 وقرعة 2021 يعني لا يخفى على الشخص بأن الحصة كانت حصة قليلة لهذا العام وهو عام استثنائي بسبب الوباء وإجراءات المتبعة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية حصة العراق كانت حصة قليلة 15500 حاج تقريبا كان حصة محافظة المثنى 229 حاج فقط لحجاج القرعة وهذا العدد طبعا أخذناه من سنة الفائزين في 2020 ممن هم يعني من مواليد 1-57 نزولا يعني 36-57 ما نشمل فبقى يعني بقى على السنوات القادمة إن شاء الله أكو بعضهم اعتذروا لسبب من الأسباب لكن ممن يرغبون بالسفر كان يعني الاتصال بجميع الفائزين ومن ثم يقاموا يعني بمراجعة المكتب واستلام جوازاتهم أول حالة يعني أخذنا من سنة 2020 كان عددهم 102 فقط بقى عدنا 127 كمناهم من سنة 2021 بعد استلام الفائزين ومراجعتهم مراجعة يعني استلام جوازاتهم وكارت اللقاح حسب الجدول اللي كل سنة يعني المتعارف عليه لحد الآن ما نزل جدول بتفويج الحجاج لكن هو المتعارف بعد المنتصف من ذي القعدة يعني وراء 15 ذي القعدة راح تبدي جداول تنزل حسب المحافظات وحسب القوافل المحافظة المثنى كان عددها حصتها 6 قوافل فقط 4 قوافل حجاج بر وقافلتين فقط حجاج جو منها على رغبة كل حاج احنا ما أجبرنا حاج السنة على أن يكون سفر جو أو بر حسب رغبته بواقع 3 قوافل في مدينة السماوة وقافلة في الخضر وقافلتين في الرماثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر